اهلا فيكم حبايبي برج الجدي اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها وشابها لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في في الفيديو اشي رسالة او اشي معين ميسيج معين انت تحس انك ممكن تنربط فيه او بتحس انه بيوجه طاقتك صح فانت خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لإلك وترك الباقي رح نشوف طاقتك وطاقت الشريك وبعدين خطواتكم في المستقبل وشو مصير العلاقة او شو ممكن يصير بينكم في المستقبل اوكي رح نبرل ليش بطاقتك انت يا برج الجدي ورح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه بالوقت الحالي برج الجدي عم تحس انك مربوط باشي معين مربوط بشخص معين مربوط بطاقة معينة طاقة انت مش مش مرتاح لالها او يعني مش مش ايجابية انت عم تحس انك مربوط باشي معين ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص او النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها انت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي ممكن من الناحية المادية فيه طرف منكم او انت عم تركز اكتر على الناحية المادية من هالشخص ممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص لانه فيه شخص رافض عرض حب من نوع ما وممكن يكون انت اللي رافض ايضا عرض الحب من هالشخص فيه عندك بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها وفيه عندك شخص جديد بحياتك حاليا ولكن عم شوفك انت رافض عرض معين منه او رافض للبعض منكم اذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبين هالشخص فيه من الناحية العاطفية برج الجديد او طاقتك كتير مسكرة او يعني مش منغلق منغلق على نفسك طيب بنا نشوف طاقة الشريك او شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك الشريك بيحس انه مقيد من الناحية العاطفية عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب او الشريك تغيرات باساسات حياته ممكن يكون باساسات عائلته ممكن يكون ايضا في مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية ايضا هالشخص متحفظ على مشاعره وممكن يكون ايضا متحفظ من الناحية المادية للبعض منكم البعض منكم ممكن يكون فقط التحفظ من يعني من الناحية العاطفية هالشخص فيه كتير اشي بيحس فيها مش مش عم يحكي فيها عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله وبيفضل كتمان مشاعره وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته او عن جميع ما بيحس فيها الشخص عم شوفه ايضا شخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن يكون برج ناري لانه مندفع بخطواته بيحب دائما يتقدم الى الامام ممكن يكون هالشخص ايضا شوي متهور انت بتشوف ايضا ان هالشخص بيخبي كتير دامون كارد هالكارت بيحكي عن الجانب الاخر للحقائق فممكن هالشخص عم يخبي او هو عم يكون متحفظ باشية معينة ممكن للبعض منكم برج الجدي ممكن يكون هالشخص متحفظ على انه يحكي معك او يصارحك على وضعه المادي عم شوفه ايضا مركز على روحانياته ممكن ايضا عم بتعامل مع برج العذراء لانه هالكارت بتبقى برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي في طريق لوحدون لانه عم شوفه ايضا عم يبحث عن اشي بالظلمة او عم يبحث عن اشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر ايضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد او عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب السوشال ميديا تبعك لحتى يعرف اشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة له لمثابة تنوير او بمثابة انه اكتشف سر من نوع ما او اشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون الوحدة من الاسباب او من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الاسباب اللي مرت بينكم اللي ادت الى خلل بالعلاقة او الى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم او ممكن انتو الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام او بالارتباط بتحبوا الوايلد او بتحب انك تكون فري بتحبوا انتو الاثنين انكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحبوا انكم تنربتوا باشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا انه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم او صار كتير فيها البعض منكم يعني انتو الطرفين مش مستعدين لانكم تاخدوا خطوة للامام او تطور العلاقة بينكم اكتر ايضا عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير فيه منافسة منافسة وكأنه يعني انتو هو بدك تشوف او بدكم انتو او هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة او انت اللي تكون متحكم بازمام الامور فواحدة من الاسباب المشاكل بينكم انه انتو الاثنين بتحبوا انكم تكونوا مسيطرين على الامور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني اذا صار في اي اذا صار في بينكم اي اشي مش عم يمشي بالطريقة اللي انت بدك ياها او مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده ياها بيصير فيه مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما فيه مرونة ما عم شوف فيه مرونة بينكم ايضا عم شوف انه بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب او لما يكون فيها شدة عم شوف اغلبكم مثل كأنه بيختار يبعد انتو هو بتختاروا انه تبعدوا او تنفصلوا عن بعض او حتى تتجنبوا يعني وجع الراس مثلا للبعض منكم لانه عم شوف العلاقة بينكم ماشي بيستركتر معين او طريق معين نظام معين والنظام اللي الغالبية منكم رح يكون تقليدي لانه هاش شخص شخص تقليدي وايضا الطاقة بينكم بطيئة يعني عم شوف الاغلبية منكم مع انكم بي علاقة ولكن في حدود بينك وبين هالشخص في دائما بعد في دائما ديستنس يعني معينكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم كتير مع بعض دائما في مساحة بينكم لانه نظرتكم الى العلاقة كتير تقليدية ممكن ايضا البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف انه ما بده يستثمر او ما بده يحط مجهود الا لو كان مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلا خطوبة او زواج اشي رسمي لانه هاي ورقة الزواج او ارتباط رسمي يعني فممكن في طرف منكم بيشوف انه هو ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة وهو مش شايف يعني اي نهاية في العلاقة هاي او النهاية بينكم غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل عم شوفك لسه عم تفكي لسه عم في عندك مشاعر بالحزن من الناحية العاطفية لسه متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عنها الحبيب او عنها الشريك ولكن عم شوفك بدك تحاول انه تشافي حالك من الناحية العاطفية لانه عندك temperance card فانت هم شوفك رح تهتم اكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي ايضا هم شوف فيه شخص بحياتك ممكن تكون قابلته او ممكن رح تقابله رح تحس بالرضا النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بانه هو الشخص الافضل للك ممكن يكون نفس هالشخص او ممكن يكون شخص جديد شخص اخر بحياتك بيختلف من شخص الى اخر ولكن عم شوف انه انت فيه شخص بحياتك رح تفتح له قلبك ايضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لانه عندك two of ones و two of swords فرح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لانه رح يكون فيه عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد او بيختلف يعني من شخص الى اخر عم شوف ايضا من الناحية المادية وضعك رح يكون افضل بالمستقبل او الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في انه وضعك المادي يزتهر اكتر ممكن يكون فيه تعاون ايضا من الناحية المادية ولكن رح توصل الى مرحلة من الاكتمال يعني completion او اكتمال من نوعنا طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل او طاقة الشريك عم شوفه مركز اكتر على جسدياته هالشخص ممكن ممكن هو فيه عنده مهنة تطلب مجهود جسدي او ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى انه يتمرن عم شوفه عم يحاول يكون راضي اكتر على مظهره الخارجي او بالمستقبل رح يركز اكتر على كيف انه يحسن من مظهره الخارجي لانه عم شوف انه فيه عنده شوي مخاوف او شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص ايضا عم شوفه عم شوف فيه عنده عروض حب رح تقدم له هالشخص وفيه هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم له كتير عروض حب ولكن عم شوف انه هو طريقة تحليله او طريقة تفكيره للامور طريقة حكمه للامور او حتى الاشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية او رح تكون متوازنة مش عم شوفه يعني بينجرف باشي اكتر من اشي معين ايضا طاقته رح تكون بطيقة في المستقبل لانه هو في وضع الوبزرفيشن او في وضع المراقبة يعني جميع الاشي اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد او عم يحاول يفهمها عم شوف انه هو من الناحية العاطفية راضي او رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي لانه الكروت اللي طلعت هون يعني واحدة بها السعيد وواحدة بها السعيد يعني مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير او بتغير مزاجه كتير لانه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من اخذ القرار ومتناقض ايضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لانه متناقض ممكن يكون لانه ما وصل الى الكونكلوجين او ما وصل الى الحل او الاستنتاج اللي هو بدويا او الجواب اللي هو عم يبحث عنه اوكي فبدنا نشوف تعقدكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم سايكلز يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل لانه السايكلز يعني مثل العجلة رح تضل الدور 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 فمرات رح يكونوا الوضع بينكم منيح مرات رح يكونوا الوضع بينكم مش كتير منيح فانت وهو بدكم تتعودوا على انه طبيعة كل علاقة هيك طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك انه هي بتتحرك دائما مش دائما تضل على نفس الريضم او نفس الخط او نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن كومبليشن او عن اكتمال من اشي معين فام شوف انه في عندكم اكتمال دورات كتير او ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه بالسولميت او في عندكم دروس كتيره لازم تتعلموها من بعض عم شوف انتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لانه عندك six of cups six of cups يعني بتحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين الى شخص بالماضي فبما انه هالطاقة مشتركة انتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي عم شوف في عندك the world و death card فهالثلاثة اربعة بهالست فقط اربعة وراق بتحكي عن تغيرات جذرية اكتمال كارما بينك وبين هالشخص تصفية حسابات او دروس لازم تتعلمها بالحياة مع هالشخص فانتو هو مع بعض يعني انتو هو بعلاقة مع بعض من اجل انه تتعلموا دروس من بعض لانه هون تغيرات جذرية بشخصيتك وبشخصيته ايضا يعني هالشخص او انتو مع بعض عم شوف لانه هون في عندك بالماضي او مش بالماضي بالطاقة الحالية حكيت لك انه الوضع او ال structure بينكم تقليدي كتير ولكن هون ما عم شوف اي اشي تقليدي عم شوف مرونة كتير فبالغالبية انتو هالشخص ممكن تكونوا كتير مختلفين عن بعض بنمط الحياة بالشخصية بما هو مقبول وما هو مش مقبول بالنسبة لالك او بالنسبة لالو وعم شوف انه في عندك مرونة اكتر انك تتقبل هالشخص وتتقبل طبيعته وهو ايضا والعكس صحيح انه هو بيتقبل ايضا طبيعة شخصيتك وطبيعة العلاقة فعم شوف مرونة اكتر تفهم اكتر للوضع لانه بالمستقبل انتو وهو رح تساعدوا بعض انو شوي تنضجوا او رح يصير بينكم الاثنين نضج من الناحية العقلية من الناحية لا فيه فهم اكبر رح يصير بينك وبينها الشخص فبالمستقبل ايضا عمشوف فيه عرض حب بينكم night of cups ففيه البعض منكم المنفصلين فيه رجوع البعض منكم ممكن يكون مش رجوع ولكن فيه نوع من الحديث رح يصير بينكم وفيه نوع من التواصل رح يصير بينكم لانه فيه عندك night of cups هون وبما انه فيه اشتياق للماضي فبتوقع ايضا رح يصير للاغلبية منكم رجوع مع هالشخص ممكن اللي منفصلين حاليا تكون هاي هي الكارما او هاي هي الدورة الساكلة اللي لازم تمروا فيها لحتى تفهموا اشياء معينة بالعلاقة اوكي حبايبي برج الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي like comment share subscribe ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم